السلام عليكم أهلي فيكم في فيديو جديد اليوم سنستعرض لكم بالنسبة لي أفضل ذاكرة التخزين من خارجية للبتوب حقك لأشخاص الذين يعملون بشيء قوي لأشخاص الذين يجبون نقل بيانات سريعة طبعا هذه الذاكرة من شركة سابرنت من المنشوف هنا شركة معروفة وقوية في الدواكر خد ثاني توتيرها في أعلى طيب بعض الأشخاص يقول لك لماذا خدت هذه الشركة لم يخدت سامسونج سامسونج عندها اللي هو الـ X5 يعتبر أسرع ذاكرة التخزين خارجية وبالـ Thunderbolt سأتكلم لكم قدام ليش وليش اخترت هذه هذه الآن استخدامي لها أكثر من أسبوع أحين قدر أقول لكم انطباع النهائي لها السرعة حقتها ليش اخترتها كل شيء عندما نشوف لو منفتح للبرح يعطوهمك تعليمات وهنا تكون الذاكرة موجودة هنا يكون الكابل لـ Thunderbolt وفي كابل ثاني موجود الردي هنا ما طلعتها ما راح أستخدمي الى الآن اللي هو من USB-A مثل ما نشوف الى USB-C ما راح أستخدمها من اللابتوب حق يدعم Thunderbolt فراح أستخدمه Thunderbolt على طول هذا محتوى العلبة طبعا أنا طلبتها بدون أشياء ثانية لكن جاتي علبة ثانية معها مثل ما نشوف هنا تقريبا حماية يكون لها ما فتحتها خذ نشوف معاكم يعني ما راح أستخدمها يعني ما راح أتنقل فيه لكن إذا جاءت بتنقل راح أركبها إن شاء الله مثل ما نشوف سيلكون تركب على نفس الـ SSD هذه المكونات وهذه الأشياء اللي جاتي معاها هذه مثل ما نشوف طبعا حجمها صغير مرة إذا نقول ثلاثة صعبة وأكثر من ثلاثة صعبة بشوي مثل ما نشوف لو بتقرنها بجهزة ثانية وقطعة مثل الـ HomePod Mini مثل ما نشوف حجمها كيف فحجمها معقول وصغير برضو الشركة عندها نسخة ثانية من نفس الشكل تقريبا لكن اسمها Mini ممتازة لكن ديك مش Thunderbolt ديك USB-C فالكل يعرف أنه Thunderbolt لحق شغل قوي أو سعره غالي مثل ما نشوف عليه العلامة هنا Thunderbolt USB-C ممتازة وسريعة لكن ما رح تكون نفس Thunderbolt وبرضو لازم الجهاز يدعم Thunderbolt أجزة Apple نقدر نقول من أكثر من عشر سنوات يتستخدم Thunderbolt نحن قلوبها تلحق Thunderbolt 3 من زمان برضو فاللبتوبات Apple الآن والقديمة برضو تدعم Thunderbolt 3 و Thunderbolt 3 مثل ما نشوف مدخلها نفس مدخل USB-C لكن الأشياء مثل الدواكر أو الأشياء الخارجية مش نفس دين النوع لكن أي شيء خارجي أو مدخل لابتوب مثلا Apple تدعم Thunderbolt لكن إذا ركبت مثلا داكرة عندك هي تكون USB-C رح يشتغل عندك فالThunderbolt رح يدعم USB-C والUSB-C ما رح يدعم Thunderbolt وكي هذا الفرق وبرضو في الدواكر مشاكل أن هذه الدواكر SSD نفس دي سريعة لا لازم تخصص عندك لازم تشوف هل الداكرة هذه هل تدعم USB-C أيضا أول شيء الذي يجعلني أختار هذه هي تدعم USB-C والThunderbolt أما لت سامسونج التي هي X5 لا تدعم USB-C فأنا أخترت هذه أستطيع أن أركبها في الإيباد مثل ما نرى أستطيع أن أقل ملفات من الإيباد أستطيع أن أقل في المستقبل لو لدي مثلا لابتوب يدعم USB-C لا يدعم Thunderbolt أو قطعة ثانية فأستطيع أن أستخدم هذه أما لو أشتريت سامسونج سأضطرني أستخدم Thunderbolt لا أستطيع أن أستخدم USB-C أنا بالنسبة لي أبيها لـ Thunderbolt لكن لا تدري في المستقبل هذا الشيء الأول الذي أخترت هذه ما أخترت سامسونج و أيضا الشيء الثاني إنه سامسونج صح سريعة ويعتبر أسرع الشيء الآن في السوق موجود يتوصل إلى 2800 تقريبا في السرعة لكن الفيديوهات التي رأيتها في اليوتيوب جلس تقريبا أكثر من سبعين أو ثلاث سبيع أنا قاعدة تنقل ويشوف الميزات وكل شيء وكيف السرعة لكن نتكلم عن مشاكل الموجودة في اليوتيوب أن الداكرة في السامسونج وهي X5 لو تنقل ملف كبير مثلا 1T ينقل لك مثلا 10 قيقة أو شيء على السرعة طبيعية لكن بعد ذلك ينزل لا سنتكلم كثيرا لأن الدواكر الداخلية في ذاكرة بطيئة وذلك لكن هذه بالنسبة لي بعد الرفيو الذي رأيته وعن تجربتي صح ما أعطتني السرعة كلها التي تعطيني 2700 سامسك تعطيك 2800 ما يعتبر في فرق لكن حلو في ذاكي النثابة يعني استخدمت القطع نفسها في النقل نقلي تقريبا فوق 118 قيقة بشوي نقلها لي في أقل من دقيقة وما تراجع من هذا الشيء وأيضا في الكتاب في الغراءة مثل ما نرى استخدمتكم برنامج اللي هو ممتاز صح أن البداء قليل لكن سويت علي ضغط في الخمسة قيقة أكثر من عشر دقائق وأنا سوي ريد ورايت عليه أعطاني في حدود 2013 كتابة رايت والقراءة أعطاني 2212 ريد طبعا أعطاني أكثر برضو ونزل برضو أقل بشوي لكن أكثر الوقت هذا الأفرج أقدر أقول لكم لكن برضو أعطاني أكثر يعني صح ما أعطاني 2070 اللي تقول لك الشركة في لحظات خفيفة وصل حق إلى 2700 لكن أوكي أفضل من سامسونج أما سامسونج تقول لك أن بتعطيك أعلى شيء 2800 وبتعطيك هذا في الريد وفي الرايت بتعطيك 2300 لكن في الفيديوهات اللي شفتها صح حظتك 2800 بعد أربعة قيقة خمسة قيقة لو بتنقل شيء كبير تعمل دروب توصل بعضهم في فيديوهات شفتها إلى 900 لكن الشي الفائدة أنك تأخذ شيء سريع ولو بتنقل شيء كثير فيه وتشتغل فيه كثير يسوي لك الدروب عليه عادي بالنسبة لي ما 2800 عادي أبي 2700 ويعطيني 2200 2300 إذا كنت استخدمها أكثر من 10 دقايق وفي النقل الطويل ولا أخذ 2800 وتسوي دروب كذا فجأة إلى 900 فبالنسبة لي أفضل هذه برضو هذه الدعم مثلما قلتكم USB-C على سرعة 900 فممتازة برضو أفضل من التواكر الثانية فهذه الميزات اللي قلتكم عليها الشركة تقولك إنها تدعم 2800 أحياناً ريد وتقريباً 2300 لحق الرايت هذا أفضل شيء ما وصلت لدي الميزات لكن الأشياء التي أعطتني إليها هذا الشيء الذي أريدها بالنسبة لي تستخدمها كل شيء تستخدم فيها كل الميزات ما الذي أستخدمها فيه لا يحتاج أن أضع البروجكت حقي في اللابتوب أستخدم كل شيء عليها أقوم بإخراج في Final Cut Pro الملفات تكون فيها لا تكون في اللابتوب وأقوم بإخراج فلا يحتاج أن تنقل الملفات في ذاكرة الجهاز لأقوم بإخراج لأن ذاكرة الجهاز ستكون أسرع من هذه لتستخدم عليها على 4K تستخدم 4K 10-bit أيضا على كودينج 4.2.2 ممتازة جدا يعني تقدر تسوي كل شيء بالنسبة لي إلى الآن أنا بأحد سأستخدم 4K 60 فريم وإخراج على نفس الذاكرة لا يوجد أفضل من ذاكرة فهذه كل الميزات وكل شيء الذي سأستخدمه في الذاكرة وأنصح كل شخص يريد يشتغل شغل قوي مثلا عند لابتوب ويشتغل إخراج ويشتغل على 4K 60 فريم ما عندك إلا هذه ممتازة جدا في شركات ثانية مثل ما قلتكم برضو ممتازة لكن عن حزب تجربتي أنا هذه أعطيها ثمسا أبعلا عندما نتكلم عن الصناعة الصناعة ألميني مثل ما نشوف قوية ممتازة وفيها قرب تحت هنا فلو تحط على أي سطح ما راح تتحرك معاك مثل ما نشوف الزيت الطاولة كلها هي ما تحركت فممتازة المتيرة الحقها والصناعة يعني quality حقها صح سأضع لكم الروابط لحق كم قيمتها عن صحف X5 أيضا عادي لكن مثل ما قلت لكم وجهة نظري والأشياء التي رأيتها في اليوتيوب أنا لم أستخدمتها لكن الأشياء التي رأيتها في اليوتيوب يقول لك أنها تنزل في النيغلس الكثير يعني لو تنقل فيها ملفات قوية ستسوي لها دروب سريع هذه لا تسوي دروب سريع وسامسونج توصل إلى 2 تيرا 550 إلى الآن في مشاهدة الفيديو هذا سأضع لكم الروابط لحق سامسونج أما هذه القطعة لا فيها 2 تيرا برضو نفس سامسونج وفيها 1 تيرا وفيها 4 تيرا وفيها 8 تيرا تقدر تأخذ 8 تيرا طبعا غالية مرة 8 تيرا لكن 2 تيرا رخص من سامسونج سامسونج في الـ 500 هذه نقدر نقول في الـ 300 فرق كبير في القيمة ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك في الغناب واشتراك في حسابي سناو تشات تشارف أضبطكم وعمل لايك للمقطع ونشر المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسوني من فضل دعاكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة